اهلا بكم مشاهدينا واخر فقراتنا النهاردة في نارك سعيد وبعتذر قبل الفصل قلت انها اخر فقرة وما كانتش اخر فقرة معلش انا اسف اخر فقرة معنا النهاردة هتكون زي كل اسبوع عن التنمية البشرية وهيكون مشرفنا دكتور اسامة عشم سباح خير دكتور سباح النور يا فادي اهلا بيك قبل ما اقدم الفقرة وقبل ما اقول اي حاجة انا قررت ان اقدم حضائك على طول عشان نتكلم بعد كده بقى ونخش في الموضوع ستريت اوكي احنا دلوقتي في بلد فيها ازمة وفيها مشاكل وفيها ارهاب وفيها حاجات قد كده علم التنمية البشرية يقول ازاي نخرج من اللي احنا فيه يعني لو قلنا محتاجين الخطوات القادمة عشان نخرج من المشاكل اللي احنا فيها عندنا فساد بقى له سنين طويلة عندنا مشاكل عندنا ارهاب عندنا ناس ممكن ما تكونش مع الارهابيين بس بيخشوا فيه السياق عندنا جماعات بتشتعل مش عارفين نهاية اللي اشتعل فيها ايه علم التنمية البشرية بيقول ايه في اللي احنا فيه ازاي نقدر نعيد تشكيل الصورة اللي احنا فيها عشان تبقى فعلا تنمية بشرية والبلد تتحركوا قده بس خلينا اقولك خليها موارد انا كلمة التنمية دي يعني اتش ار هيومان ريسورس وليس هومان ديفلوبنت يعني مفيش علم بعينه يا فادي حيقولك نعمل ايه عشان نبقى وضحين لكن هي سينكرونازد يعني عبارة عن تناغم بين مجموعة حاجاته بعض يعني لا يمكن الاتش ار لوحده حينفع ولا يمكن البوليسي لوحده حينفع كله بيبقى متشابك مع بعض متداخل عشان نطلع لانها منظومة انت مفيش حاجة اسمها انت في الدور السابع والدور الارضي اصلا بايز انت عايز تصلح الدور السابع وتعمله دي كرات ويبقى جميل والدور الارضي عندك الاساس عندك تحت بايز فانت عشان تخرج من الازمة دي محتاج تغير منظومة مش تشيل وتحط المشكلة ان انت بتعمل ايه بتشيل حاجة وتحط حاجة تانية تشيل واحدة وتحط عارف بزبط اللي بيلبس طائد حد لحد ايه عندك كزا خرم في الحيطة تيجي تحط تسد خرم يفتح لك التالي فانت عمال تعمل كده وبالتالي ما بتتحركش من مكان ما فيش حاجة بتغير الهدز بتغير الكبار والاساس عندك تحت زي ما هو جبل الجليد كلنا عارفينه بيبقى فيه 80% تحت المية و20% فوق المية حضرتك شيل ال20% لفوق المية هل معناها ان انت عملت solving للproblem دي عملت solution كده ابدا انت كل ما هتشيل 20 من فوق هيطلع لك 20 تاني هتشيلهم هيطلع لك 20 تاني ما قدامكش حل غير ان انت تنزل للروتز تحت تبتدي تشيل من تحت هتاخد شوية وقت لكن اول ما هتشيل من تحت هتشيل 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 هتوصل لغاية حتة اللي بين المية والسطح اللي فاصل ما بين تحت ما بين فوق ما فيش حاجة هتطلع تاني ده لو احنا اتكلمنا على فساد لكننا هنتكلم على هيكل اداري عندنا بيروقراتي وحنا يعني نتمتع بجزء بيروقراتي عظيم موروث من الاحتلال البريطاني ونفس الاسلوب ازاي نقدر نحل مشكلة البيروقراتية يعني بمعنى انه السرعة البطء عدو البلد احنا محتاجين سرعة الدول برا كلها قدرت انها توصل لسرعة في عمل الاجراءات في كل حاجة ازاي نقدر نعمل السرعة دي ازاي نتخلص من البيروقراتية حكا بسيطة جدا انت محتاج رئيس خارج الصندوق بمعنى الغباء زي ما عرفه اينشتاين قال ان انت تاخد نفس المعطيات وتعمل نفس الاسلوب ومتوقع نتائج جديدة ده تعريف الغباء انا مش عايز اعمل كده انا مش كل مرة هغير حد يعمل نفس الحاجة هي هي بنفس الطريقة ومتوقع ان النتيجة هتختلف فمعنى out of the box ان هو حد بيفكر creative thinking او تفكير ابداعي ما عندوش بقى ايه واحد اتنين تلات اربعة لا هو ممكن يجي في لحظة كده يقول لا يا جماعة المسألة مش هتحدش كده هنحط في الاداريات مثلا يعني ديك مثل يا في الاداريات حد creative thinking وفي هنا حد يعني حط الهدز الكبار تفكير خلاق خلاق مش بتاع واحد اتنين تلاتة لا فبالتالي لما يبقى عندك قيادات صغيرة في الاماكن الصغيرة بتفكير جديد طبيعي ان اللي تحتيه هيبقى غزبا عنه بيشتغل صح او هيغيره يعني هي بس ده ما يحتاج اعادة تشكيل للنظام كله طبعا انا تاني بقول لك يا فادي دي منظومة مهما صلحت في الدور السابع والدور الاردي بايز الاساس بايز العمارة حتوق بس يا دكتور الحدك بتقولوا ده جميل نظريا على ارض الواقع يتطبق ازاي يتطبق يعني فيه الموضوع مرتبط بقوانين ومرتبط بلوايح ومرتبط بحاجات بقى لا سنين طويل يتطبق ببلاند واضحة بخطط واضحة بذجن واضحة برؤية واضحة طب خلينا نقول امثلة يعني انا النهاردة بص لما تيجي عندك اولويات لو عندك خمس ست سبع ملفات طيب بما انه بس انا اسمي بطعك في جزئية اولويات موضوع الاولويات ده عندنا في مصر فيه مشكلة كبيرة يعني كل الخبراء قالوا قبل الامن مش هيكون عندك سياحة مش هيكون عندك اقصاد مش هيكون عندك حاجات كتير طيب هل الامن هو مجرد ان انا اقبض عن الناس واتهم في السجن ولا ان انا انجز في العدالة عشان يتحقق القصاص وبالتالي يبقى فيه ردع في المجتمع والناس ما تحبطش باراليل هنمشي ما فيش حاجة اسمها ده الواحدة بباراليل متوازي هتقبض وحتنجز اللي تنقي يعني ماينفعش هتعمل واحدة وتسيب ما انت مش هينفع تسيب الناس في الشوارع بتموت الناس وتحرق البلد انت لازم هتقبض عن الناس ده خطوة وفي نفس الوقت هيبقى فيه عدالة ناجزة يعني الوقت ودي عندنا مشكلة فيها ما انا بقولك اهو الفكرة ان انت لو قبضت ومعملتش عدالة فيها انجاز وسريعة هيحصل فلستريشن للناس ودبريشن وهتحس ان الدنيا ما بتتحركش يعني احنا لسه كنا بنقول واحد مثلا واحد معترف على نفسه صوت وصورة الرجل اللي رمى الناس من فوق الولد اللي رمى في اسكندرية هو قايل كده يعني معترف صوت وصورة وفي نفس الوقت احنا بقيت النهاردة ما حصلش حاجة عدم موجود عدالة ناجزة سريعة وعادلة يعني مش سريعة عن المسألة لا بس فيه حاجات بتبقى انت محتاج تاخد فيها قرارات ومحتاج تاخد فيها دي السجن واضحة زي الشمس وما انا كمواطنة حس ان في حاجة بتتحرك في البلد الاولويات اللي انت بتقول عليها بقى فادي طب ترتيب الاولويات يتم ازاي كل واحد يعني انا لما وفاجأ انه لأ يعني احنا اكيد عايزين صناعة السياحة تزدهر وكل شيء ومصدر دخل عظيم لكن هل دلوقتي انا اهتم بالسياحة اكتر ولا اهتم بالامن اكتر يعني ترتيب اولوياتنا مفروض يمشي ازاي بص هي دايما كده يتقال ايه مرة ألس والقطة بتاعتها ألس اندهير كات عملت ايه بتقول القطة بتاعتها بتقول لها اروح في انهي اتجاه قلت لها انت عايزة تروحي فين قلت لها مش عارفة قلت لها خلاصة مش في اي حتة انت لازم عشان الاول تقول الابولويات بتاعتك لازم عندك رؤية واقعة انت عايز تروح فين وبزد على ده بتحط وبتحط 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 طب العربة دكتور بتحط رؤية وبتحط بعد الرؤية اللي موجودة دي رسالة واضحة لك انت بتعمل ايه وعدين بتحط استراتيجية واضحة وعدين بتحط اهداف واضحة وعدين تحط خطة واضحة وعدين تبتلي تنفذ طيب ناخد الخطوات دي بقى واحدة واحدة كده نشرحهم ببساطة اي خطة في الدنيا او اي انجاز في الدنيا بيتم بالطريقة اللي حضرتك قلتها بالضبط الخطوات دي تنطبق على اي بني ادم في حياته الخاصة زي ما تنطبق على رئيس الجمهورية زي ما تنطبق على الحكومة بالضبط نقولهم بقى كده ترتيب عشان اللي عايز يكتبهم يكتبهم اللي عايز يستخدمهم في حياته يستخدمهم اول حاجة خالص الرؤية الفيجن والرؤية دي يعني ايه بحلم بايه يعني تي كتقول لي انا نفسي مصر تبقى احسن دولة في السياحة ده رؤية عايز مصر تبقى دولة رقم واحد في العالم دي الفيجن ده الحلم بتاعي هل ده مرتبط بامكانياتي ولا مش مرتبط انا بحط هدف وخلاص ده مش على فكرة اللي قلته ده مش هدف ده رؤية يعني ده حالك قلت الحلم ما الحلم فيجن فيجن كلمة فيجن ايكوال دريمز بتسوي حلم تمام رؤيتك هي حلمك باحلم بايه سواء قابلة للتحقيق ولا لا ما هو قابلة للتحقيق دي انا مش هقول حلم عالفاضي ما هو ده حلم باستقابل للتحقيق انا بحلم ان انا اكون احسن دولة هحقق ده ازاي انا رقم اتنين بحطها هي المشن او الرسالة واي امير ليه انا هنا انا موجود هنا ليه المهمة اه المهمة انا مهمتي ايه احقلك الامن والامان ولا الاكل ولا ايه بزا حدد انت موجود هنا ليه تلاتة حط حاجة اسمها استراتيجية يعني ايه استراتيجية يعني بص كده استراتيجية دي مهمة اوي تحليلة اللي احنا بنسمعها عليل النهار واكيد الناس محتاجة تفسير هي كلمة لاتينية معناها كلمة حربية لاتينية معناها جاية من كلمة استراتيجوس استراتيجوس يعني فن القيادة او تعظيم فرص النجاح يعني حط استراتيجية تخليني انجح اكتر يعني لما اقول لك مثلا تحارب من تحت الجبل احسن ولا من فوق الجبل احسن مين يكسبك اكتر فبعقد احسيبها اقول لا يبقى استراتيجية هحارب من فوق الجبل يبقى حط استراتيجية يعني اعظم فرص نجاحي اربعة احط اوبجكتفز هدف ومعنى كلمة هدف هنا يا فادي احط كلمة جنبها كده اسمها سمارت اس ام اي ار تي هدف ويكون سمارت اه يعني ايه بقى سمارت كل حرف من دور اختصار كلمة الاس اختصار كلمة متخصص خلي هدفك متخصص ما تحطش مليون حاجة لانك لو حطت مليون حاجة مش هتحقق حاجة خليك متخصص الام مجربل حاجة اقدر اقسها ما تحط ليش اهداف ما تتقس وعدين تقول لي احنا بقى اينا كويسين يعني ايه كويسين قول لي حققت خمسين في المية وحيتحقق حاجة اقدر اقسها تلاتة الايه اتشيبابل تتحقق ما تحط ليش حاجة غير قابلة للتحقيق لانه هيجيلي احباط ما تقوليش في نو تايم هحليلك مشكلة المرور ما هيحصل خلينا اتشيبابل اتشيبابل بتعتمد على الار والتي الار رياليستيك انها تبقى منطقية وحاجة تتعقل يعني والتي لمتد بايا تايم او محدد بوقت حطيلي في تايم فريم قولي في خلال الست شهر الاوانين هخلصلك مشكلة الزبالة وحخلصلك مشكلة الكذا وكذا ومن لما لاقي ده بيتحقق استحمل معاك بعد كده اعملي بلان بقى خامسة اعملي خطة خطة دي عبارة عن ايه خطة طويلة طب قبل ما نخش بالخطة تعالى نعيد تاني بس هدف ويكون سمارت عشان الناس لو بتكتب معنا تكتب الكلام ده يكون متخصص يقاص يحقق منطقي محدد بوقت اجل خمس حاجات اللي في الهدف اللي لازم تتوفر في اي هدف نحطه صح تمام بعد كده نعمل بقى البلان تعالى نعمل خطة الخطة تحبارة عن ايه الال اللي هي المتأسف الام اللي هي المين object المين بلان الخطة الرئيسية بتساوي اس زائد ال اس زائد ال اللي هي ايه short term plan الخطة قصيرة الامر زائد long term plan او خطة طويلة الامر انا الاول لازم تحقق لي الخطة قصيرة الامر عشان يحصل لي موتيفيشن تحفيز فاستحمل معاك الخطة ايه طويلة الامر لكن انت لو حاطتلي خطة طويلة ان شاء الله خطة المدى دي مش معهم يقولوا فيه متوسطة فيه قصيرة متوسطة قصيرة دي قصيرة دي بمعنى ايه ان انت لما تحسسني ان انت عملت حاجتين تلاتة انا حسيت بيهم كمواطن في الشارع لقيت الاسعار رخصة لقيت الزبالة في الشارع مش لقيت الترو معناه بس تفيد لا البلان بعد كده نخش في اخر حاجة خالص البروسيجيوز الخطوات بقى التنفيذية خطوات التنفيذية دي ما ينفعش تخش تنفذ من غير اللي احنا قلناهم دول كلهم لان ساعات ناس تشمر كمامها كده وتقولك يلا ننزل طبعا ننزل نعمل ايه لما ننزل رب نساه اللي هو تيجي زي ما تيجي اللي هو ايه بتاعت وقته يعني الشغل مع الرياكشن حصل مظاهرات وقف دي اعمل كذا وقف دي فتلاقي نفسك ما انتش تسترد الفعل تسترد الفعل لا انا عايز هنا بقى قبل ما تشمر ايديك تكون عامل ده لان كل دقيقة بلانينج انت بتعملها بتوفر لك 30 دقيقة في التنفيذ شفا دي كل دقيقة في التخطيط بتوفر 30 دقيقة في التنفيذ على طول ما انت لابتعمل يعني الله ارحمه في السنة يا صلاح ابو سيف لما كان يقول ايه كان يقول لنا كده واحنا بدين دي السنة يقول لك تحضر فيلم في السنة وتصوره في اسبوع ولا تحضره في اسبوع وتصوره في سنة لا انا حضره في سنة وصوره في اسبوع حضر كويس قوي اشتغل لازم يكون عندنا دول قبل ما نعمل البروسيسنج الاتنين مهمين طب يا فرحيتي عملت ده كله وما نفستش يعني الخطوات التنفيذية ده مهمة جدا ساعة ناس على الورق تحط كل الخطوات دي بيجي على التنفيذ ما يعملش حاجة عملية يبقى كلام على ورق لا ينفذ انا عايز الاتنين ده بياخدنا احنا فضلنا اقل من حوالي فضلنا حوالي 4 دقائق ال 4 دقائق اللي جايين المفترض من رئيس الجمهورية الجديد ايه اللي هو مفروض يعمله الخطوات دي مفروض ان هو يحققها ازاي واحد انا قلتلك مصر محتاجة رئيس out of the box حد تفكيره كرياتف يعني مش مش لازم خلاخ ومش لازم يبقى الفكرة بقى ايه واحد ونعمل زل قبل كده واحد اتنين تلات اربعة خمسة طب ما دول اتعامل يا جماعة قبل كده ايه اللي حقق انا ولا حاجة يبقى لازم اشوف شكل مختلف وطريقة مختلفة في التفكير الاول وبعدين ابتدي اصلح الطيارة وهي طايرة يعني ايه الطيارة وهي طايرة لما بدبقى طيارة في الجو ومحرك بيقف ما بتنزلش الطيارة على الارض يعني ما تقوليش ايه انزل وانا صلح حالك مش حقدر انزل ده ردا على النظرية اللي هو ايه نوقف نهد كل حاجة وننتدي من اول ونجيد مش حقدر فانا حمشي بنظرية الطيارة الطايرة الطيارة في الجو لازم الركاب ينزلوا بسلام ولازم المحركات اللي عطلت دي اشوف بديل ليها وصلحها واحنا طايرين يبقى وإحنا بنشتغل والناس بتروح شغلها وبينتجوا والدنيا تبقى مظبوطا نبتدي حاجتنا إنما لو هو مش حيع لو جي واحد تفكر بالطريقة العادية الترادشة ويقولك ايه طب ننزل الطيارة يا جماعة طب انت مش حتقدر تنزلها الطيارة طايرة والناس حتصحى كل يوم الصبح عايزة تلاقي أكل وعايزة تلاقي شرب وعايزة تلاقي مواصلات كويسة فمش حينفع تروح تقيل مثلا ايه طب هنوقف العربيات خالص لغاية اللي مش حينفع إن العربيات هنزل ماشي ففكر بشكل براليل متوازي إزاي نصلح وإحنا ماشيين ده حيتطلب ايه بقى من الرئيس لوحده مش هيعمل حاجة لو هو ساعر وهو معقولش ماجيك مش معاه عصالة سحرية هيعمل كده فالبالة هتتعدل في حاجة اسمها الرئيس بلاس زائد الشعب الشعب لو عايز حيقدر ولو ما عملش سابورت للرئيس اللي حيجي دعم دعم انسى لأن أنا لو أنا مش هعين عسكري على كل واحد في شغله أشوف بيشتغل ولا لأ هي المسألة محتاجة ضمير أنا عايز بلدي تطلع قدام ولا لأ بس كمان أنا لما عمل كده لازم ألاقي مردود يعني أنا مروحش أشتغل ويطلع روحي في الآخر تديني مرتب ما يكفنيش أكل لأن ما هي برضو محتاجة تتعمل طريقة بلانس وطريقة كرييت نفكر إزاي عندنا موارد يا فادي يعني أنا مش متخيل بلد من أكبر البلاد اللي ممكن تشتغل فيها السياحة من أكبر البلاد اللي فيها موارد فظيعة جد بس استغلال الموارد الملفات تترتب صح يعني نبتدي بإيه ثم إيه ثم إيه وابتدي بحاجة إنجازها سريع عشان أنا حس بالمردود فيحصل لي موتيفيشن فعمل لك أنت تدعيم لكن لو بتريت حاجة على المدى الطويل أنا حازها عارف الزبط أنا شابه إيه فادي طيب بيعمل رجيم فجي الدكتور قال لك بص أول أسبوع لازم تخص عشرة كيلو طيب مش هخص عشرة كيلو عامل إيه عارف المردود حيبقى عامل إزاي حتخم عشرة كيلو لأنه حيجي لي إحباط بقى أنا عملت رجيم وحرمت نفسي قوي 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 وفي الآخر ما خستش يبقى أنا عملت إيه حاكل أكتر بقى الرجوح حيبقى أكتر فأنا هنا عايز أخليني منطقي أنا عايز أخص 2 كيلو حلو قوي بس إحنا قد نعمل لـ 2 كيلو دول أول لما حيث إن أنا خسيت 2 كيلو حأحفز حيجي لي الموتيفيجا حعمل رجيم أكتر عشان عايز أخص أكتر لأن عجبني الشكل ده فالنهارده لما لاقي البلد نظيفة ما فيهاش زبالة بتترني أنا مش حرمي زبالة لكن طول ما الزبق لها في الشوارع هيقولك يعني هي ورقتي اللي حتفرق يلا يا عم هي هو ده اللي أنا عايزه دكتور أسامة عشم خبير التنمية البشرية نورتنا فاندم ونتمنى أن نكون في حد سمع ده ويطبق يا رب نورتنا مش سيافة مشاهدين دي كانت نهاية فقرتنا ديني بقولها هو تاني عشان أغلطت في الفقرة اللي فاتت نهاية فقرتنا ونهاية يومنا ونهاية الأسبوع يا رب تبقى نهاية أسبوع سعيدة البقاء لله في كل شهداء هذا الوطن العظيم ويا رب يا رب يا رب نعرف نرتب أولوياتنا في مصر ويا رب الحكومة تقول لنا إيه رؤيتها علشان بجد الفترة اللي جاية صعبة والخطط اللي بنسمعها من الإخوان وأنصرهم وأتباعهم خطط لهدم كل شيء بالنسبة لنا ولي إحبطنا الفترة اللي جاية نتمنى لنخبط ونتمنى أن نحنا نبقى وعيين لده بكرا نشوفكم عفري عمل جديد